مرحبا الورقة تتناول موضوعا أصبح في المرحلة الأخيرة موضوعا في غاية الأهمية بمواجهة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد حقوق الإنسان الموضوع هو دور الولاية القضائية العالمية في مقاضات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا في الحقيقة لغير المختصين بالقانون أود أن أوضح موضوعا أو بالأحرى مبدأ الاختصاص القضائي الجنائي يعترف للدول عادة وفق القواعد العامة بمقاضات وملاحقة مرتكبي الجرائم وفق معايير أساسية من أهمها بالطبع مبدأ الشخصية ومبدأ الإقليمية بالإضافة إلى المبدأ النوعي المبدأ الشخصية بمعنى أن تقاضي الدول رعاياها من حاملي جنسيتها في حال ارتكبوا الجرائم أما مبدأ الإقليمية فهو ولاية الدولة بمقاضات مرتكبي الجرائم التي ترتكب على إقليمها أو في أراضيها أما المبدأ النوعي فهو يتعلق بحق الدول بملاحقة مرتكبي جرائم محددة بالنوع باعتبارها جرائم ذات خطورة خاصة إما على أمن الدولة أو على اقتصادها أو على قيم ذات أهمية خاصة بالنسبة للدولة في حالات خاصة يعترف القانون الدولي أو يعترف للدول عامة بحقها في ممارسة اختصاصها القضائي أو تطالب الدول بتبني مبدأ الولاية القضائية العالمية أو الاختصاص القضائي العالمي لتقوم هذه الدول بتطبيق القانون الجنائي الخاص بها على أي شخص متواجد على أراضيها أو حتى غير متواجد على أراضيها في حالات خاصة متهم بارتكاب جرائم دولية يعني توصف بأنها من الأشد جسامة أو الأكثر خطورة بغض النظر عن جنسيته أو جنسيات الضحايا أو عن مكان ارتكاب الجريمة أهمية الدراسة في الحقيقة تنبع كما أشرت قبل قليل من الانتشار المتزايد للجرائم الأكثر جسامة وخطورة مثل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم مثلا للإخفاء القسري على سبيل المثال أو جرائم العدوان بالإضافة طبعا إلى مسألة تحول المجتمع الدولي إلى التركيز أكثر على منع إفلات المجرمين من العقاب وفي الحقيقة كان يفترض أن تتصدى لهذا الدور محاكمة وملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى أو الأشد جسامة المحكمة الجنائية الدولية التي أقيمت أصلا بهذا الغرض ولكن بقيت هذه المحكمة رهينة لإرادة الدول على اعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية لم تخرج عن قاعدة أن الالتزام الدول بالقضاء الدولي هو أمر سيادي خاص بها شهدت السنوات الأخيرة ولسيما في الحالة السورية استخدام متكرر للأدوات السياسية التي أتاحها مجلس الأمن الدولي تحديد الفيتو لمنع جهود الدولية لإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا للمحاسبة ولذلك تبدو هذه الدراسة ودراسات مثلها يعني ظهرت في السنوات الأخيرة مهمة في الحقيقة للتأكيد على أهمية ممارست مبدأ الولاية القضائية العالمية في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا من كل الأطراف والعمل على تحقيق ولو جزء بسيط من العدالة للضحايا الدراسة كمنهجية في الحقيقة تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي لعرض مختلف المحاور المتعلقة بإشكاليتها وبأهدافها على اعتبار أن الدراسة تبدو جهد قانوني متداخل ما بين القوانين الوطنية وفروع القانون الدولي بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويعني أيضا من حيث التقسيم عملت على تقسيم الدراسة إلى محورين أساسيين أتناول في الأول منهما الإطار المفاهيمي لمبدأ الولاية القضائية والاتجاهات الدولية الخاصة بها أي كيف تتعامل الدول مع هذا المبدأ والمحور الثاني أتناول فيه أهمية مبدأ الولاية القضائية العالمية في مقاضات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا فيما يتعلق بالشق المفاهيمي أو الإطار المفاهيمي لهذا المبدأ الهام سأمر عليه مرورا سريعا وأؤكد على أن الفكرة الأساسية من هذا المبدأ في الحقيقة تتركز على سلطة الدول أو بالأحرى حق الدول بممارسة أو بتطبيق أو بصلاحية تطبيق اختصاصها القضائي في التحقيقات ومباشرة الملاحقات المتعلقة بالجرائم في أي مكان في العالم حدثت مهما كانت جنسية المجرم أو الضحية وهو ما يؤدي وفقا لرأي بعض الفقهاء إلى عولمة القضاء الوطني الجنائي تحديدا بالنسبة لجرائم معينة بالتأكيد ليس من الضرورة بمكان أن تلحق كل الجرائم بوفق هذه الأدات ولكن تخصص مثل هذه الأدات الاستثنائية كما أشرت لملاحقة الجرائم الأشد خطورة وجسامة والتي يمكن أن تهدد الأمن والاستقرار الدوليين وفي ضوء هذه المعالجة السريعة للإطار المفاهيمي نخلص إلى تعريف عام لمبدأ الولاية القضائية العالمية بأنها صلاحية مقررة للقانون الوطني لمؤلحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم أنواع معينة من الأفعال المتصفة بالخطورة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها أو ضحايا ودون اشتراط توفر أي رابطة بين الدولة التي انعقدت لها الولاية القضائية العالمية وهذا الفعل الجرمي بعناصره المختلفة أما فيما يتعلق بمبررات لماذا من المهم أن تطبق قواعد وصلاحيات هذا المبدأ الهام فهناك برأينا عدة مبررات من أهمها دون شك أن هذا المبدأ الحقيقي يعتبر أداة قانونية فعالة لردع الجرائم الخطيرة التي تشكل تهديدا للأمن والسلام للدوليين بالإضافة إلى أن هذا المبدأ في الحقيقة يشكل شبكة أمان لضحايا الجرائم الجولية الجسيمة بما يوفره من إمكانية معاقبة مرتكبيها خصوصا عندما تكون هذه الدول أو بعض الدول التي ترتكب الجرائم في أراضيها أو من قبل مواطنيها غير جادين في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم كما في الحالة السورية أو أنها لا تتوفر لديها القدرة نتيجة ضعف إمكانيات الدولة أو ضعف سلطات إنفاذ القانون فيها على غرار مثلا ما حصل في الدولة اللبنانية عندما اغتيل الرئيس رفيق الحريري النقطة الثالثة أو المبرر الثالث برأينا يتعلق بمسألة تقليل الملاذات الآمنة لمرتكبي الجرائم الدولية حيث يسعى مرتكبو هذه الجرائم إلى الخروج من الدول التي يقعون تحت سلطانها سواء لارتكاب جرائمهم فيها أم لأم لأنهم أحد رعاياها وخروجهم باتجاه بعض الدول التي تتيح لهم الإفلات من العقاب النقطة الرابعة من المبررات يتعلق بمسألة التضامن الإنساني والاجتماعي للدول والمصلحة المشتركة الحقيقة بملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة فالدول عندما تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الحقيقة لا تدافع عن مصالحها هي فقط وإنما أيضا تدافع عن مصالح الدول الأخرى باعتبار أن المجتمع الدولي يفترض أن يكون طبعا منظومة متكاملة ويشكل كل جزء منه عونا للأجزاء الأخرى أيضا مبدأ الولاية القضائية العالمية الحقيقة يشكل حلا قانونيا مناسبا كما أشرنا لسد فجوات القوانين الوطنية التي تسمح للمجرمين الخطرين بالإفلات من العقاب بسبب قصور الآليات والتشريعات الخاصة بملاحقة المجرمين في الحالات مثلا مثل اختصاص المحاكم الجنائية الخاصة قد تنعقد الولاية بمواجهة بعض الجرائم لمحاكم جنائية خاصة على غرار محكمة الرئيس رفيق الحريري جريمة رفيق الحريري ولكن مع ذلك هناك اشتراطات تقوم على النظام الداخلي لهذه المحاكم الخاصة تمنع ملاحق كل المجرمين يعني كلنا نذكر المساومات السياسية المكثفة التي حصلت قبل تشكيل هذه المحكمة لمنع محاكمة الرؤساء وجعلها مقتصرة على بعض المسؤولين في الدول اكد ايضا فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية اكدت الديجباهجة الاساسية لميثاق روما الذي ينظم هذه الاجراءات المحكمة يعني عدم امكانية محاكمة الدول التي ليست عضوا في هذا الميثاق هلأ فيما يتعلق بالاتجاهات الدولية ايضا ومرور سريع هناك يعني دول تقر مبدأ الولاية القضائية العالمية بشكل مشروط بمعنى انها تشترط مثلا على سبيل المثال كما هو في حالة فرنسا ان يكون جنسية المجني عليه على الاقل او من وقع عليه الجريمة يعني فرنسيا او ان تكون الاقامة الدائمة له في فرنسا في حين ان دولا اخرى لا تشترط يعني لا تجعل من هذا من تطبيق هذا المبدأ مشروطا وتجعله متاحا لكل من هو يعني بحاجة ان يتقدم فيه على غرار مثلا المانيا وسويد ونرويج وكما نعرف معظم الجرائم التي او بالاحرى الدعاوة التي رفعت ضد مرتكبي الجرائم في سوريا او عدد كبير منها على الاقل حصل في هذه الدول في المانيا وسويد باعتبار ان الامكانية متاحة لذلك طبعا هناك مساومات سياسية واسعة تجري في برلمانات هذه الدول اما لتوسيع نطاق تطبيق هذا المبدأ او لتقييده كما حصل مثلا في بلجيكا عندما اضطرت الدولة البلجيكية الى قصر تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية نتيجة ملاحقات قانونية رفعت في فترة من الفترات ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي اريل شارون في الحالة السورية يعني يمكن ان نورد حالات استفادة منها السوريون في رفع دعاوة او بمتابعة بعض المجرمين الذين ارتكبوا جرائم في سوريا مثل انور رسلان واياد غريب والطبيب علاء موسى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية في المانيا سانتقل الى المحور الثاني المتعلق باهمية مبدأ الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بالحالة السورية وفي الحقيقة كلنا نعرف ان هناك محاولات جرت لحالة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا عبر مجلس الامن الى المحكمة الجنايات الدولية احبطتها عدة مرات استخدام روسيا والصين لحق النقد الفيتو كما اشرنا بما يتعلق بالاهمية العامة لمبدأ الولاية القضائية هو لا يختلف كثيرا عن اهميته في الحالة السورية ولكن في الحالة السورية نعتقد ان التعقيد السياسي للقضية السورية عموما يكرس في الحقيقة انه يلفت الانتباه اكتر لاهمية مبدأ الولاية القضائية العالمية ويعني نعتقد من حيث المبدأ ان المعيقات الاهم والابرز في الحالة السورية بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية يتعلق بعدة نقاط من ابرزها تردد بعض الضحايا من اللاجئين الموجودين في دول الاوروبية في الادلاء بشهادتهم عما وقع عليهم لأسباب يعني تتعلق بخوفهم او خوفهم على اقاربهم النقطة الثانية هي ضعف الثقة عند سوريين عموما بسلطات انفاذ القانون نتيجة تجاربهم في سوريا ما يقتضي في الحقيقة تشجيعهم على التوجه الى سلطات انفاذ القانون في دول لجوئهم لاستخدام حقهم في الادلاء بشهاداتهم ايضا قلة معرفة السوريين عموما بثقافة قانونية المتعلقة بكيفية رفع الدعاوة وملاحقة المجرمين وغيرها من هذه المسائل نقطة اخيرة تتعلق ايضا بضعف قدرة المالية للاجئين السوريين وهم ما زالوا حديثي عهد في اللجوء ولم تستقر اوضاعهم القانونية تمر الدراسة ايضا على ادوار مهمة لمؤسسات ومنظمات سورية مثل المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية وجماعة ملفات قيصر في التأكيد على اهمية هذا المبدأ الهام في ملاحقة مجرمي الحرب وتركز ايضا الدراسة في النهاية على بعض التوصيات التي نعتقد انها مهمة لتفعيل هذا المبدأ وتشجيع السوريين على الذهاب باتجاهه وخاصة موضوع زيادة مستوى التنسيق والتعاون ما بين المنظمات الحققية السورية وجهات انفاذ القانون وجهات المعنية بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الدول التي تحتوي على نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين ايضا فتح مسارات التواصل ما بين هذه المنظمات وما بين اللاجئين السوريين الذين يمكنهم الحقيقة مساعدة في تفعيل آليات ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة باللاجئين انفسهم يعني يجب العمل فعليا على تشكيل منظمات تدعم جهود رفع هذه الدعاوة وتكثيف حالات رفع الدعاوة لإغراق القضاء الأوروبي بالدعاوة التي تشكل إرباكا حقيقيا للنظام باعتبار أن المعركة الحقوقية ما بين السوريين الآن وما بين النظام تعتبر من أهم الجبهات التي يجب الاهتمام بها هناك بالتأكيد توصيات تقدمت بها الورقة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية من الصعوبة بما كان طبعا عرضها جميعها شكرا لكم وأعتذر عن الإطالة ترجمة نانسي قنقر